السلام عليكم ورحمة الله رجاليكم ثاني وده عبارة عن بعض من الأدوات اللي ممكن الطفل يبدأ بيها مثلا المجابة التالكترونيات وكده حتلاحظوا عندنا عبارة عن ده عبارة عن لمبة يعني او عبارة عن الموسيق بتاع لمبة وعندنا المروحة وعندنا الموتور تمام وعندنا هنا في اللمبة دي مركبة تمام وعندنا ده عبارة عن الجرس او البوزر وعندنا هنا الطاقة بتاع الطاقة هي حجار بتاع البطارية وهنا ده فان مروحة اخرى وده عبارة عن مكعب فمن الحاجات دي الطفل بقدر يتعلم كيف يقدر يوصل الحاجات دي مع بعض فنحن نحسي حنوريكم كيف الحاجة دي ممكن تتم ببساطة وبسهولة اول حاجة عندي البور الطاقة بعد ذاك هنا عندي السلكان ديد هو الاحمر والاصفر بمجرد انما وصلت السلكان ديد مسلا هنا مع اللمبة هتشتغل معي واذا وصلتها مع البوزر هتشتغل معي واذا وصلتها مع الموتور رود هتشتغل معي حنوريكم الحاجة دي حسين طيب اه زي ما شايفين امامكم حسين اه هو انه وصلت اه الطرفين فاول ما اوصلت الطرف ده مع الطرف ده تلاحظوا انه اللمبة اشتغلت تمام طيب اه اول ما نمس الطرف ده مع الطرف ده مشكلنا تمام طيب نجد التجربة الاخيرة وانه عبارة على الفان فا انا وصلت طرف مع النون اصفر وحاوصل حاليا مع اللون الاحمر طيب طيب عبارة عن تجارب بسيطة ممكن الطفل يعملها في البيت او في المنزل ومن خلالها يقدر يتعلم مثلا التوصيلات ويقدر يتعلم الشقة الموجب والشقة السالب من التوصيلات والالكترونيات بكيف ممكن الموتور يشتغل معي كيف ممكن تشتغل معي الال اي دي او اللمبة كيف ممكن تشتغل معي الفان او المروحة فا دي حاجة بسيطة ممتعة شديد ممكن تفيد تعلم في المنزل اذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل فالو سلام عليكم